من الشاري حكمة المزرعة أبي أبي اشتراكم فأنتم العبيد عندنا في المزرعة أبي الذي بالصوت قد كواكم وجاء بالكبير فيكم ببابه وركعه أبي الذي أعطاكم حظيرة كما البقر لتأكلوا كما البقر وتشربوا كما البقر وتضحكوا وتلعبوا وربما لكي تداعبوا نساءكم كما البقر وقال لي انظر لهم مبين فينة وفينة بمنتهى الحذر فإن رأيت بقرة تمد رأسها وتعلق البرسيم في تبرم وفي شذر وربما تخاطب الجاموس جملة يلفها الغموض والخطر لا تنتظر تقولوا إنها مندسة وتلسق السكين في أحشائها بلا شهادة ولا نظر وتلسق السكين في أحشائها بلا شهادة ولا نظر أبي أبي اشتراكم حليبكم لنا ولحمكم لنا وعظمكم لنا وقال لي أنا إذا رأيتهم ثاروا جميعهم وحطموا تمثالي الشهير عند باب المزرعة فاخرج عليهم هازئا بضحكة ملمعة وابسق عليهم بمستشارة سفيهة ومستشار إمعة اقفل عليهم الأسوار ثم افصل التيار واركب لهم دبابة مدرعة واخصفهم بالنار لقد تجرؤوا لقد تجرؤوا على تمثالي الشهير عند باب المزرعة أبي اشتراكم حليبكم لنا ولحمكم لنا وعظمكم لنا وقال لي أنا إذا رأيتهم ثاروا جميعهم وحطموا تمثالي الشهير عند باب المزرعة فاخرج عليهم هازئا بضحكة ملمعة وابسق عليهم بمستشارة سفيهة ومستشار إمعة اقفل عليهم الأسوار ثم افصل التيار واركب لهم دبابة مدرعة واقصفهم بالنار لقد تجرؤوا على تمثالي الشهير عند باب المزرعة لقد تجرؤوا على تمثالي الشهير عند باب المزرعة لكنني يا ويلتاه ما الذي ما الذي ماذا أرى ماذا جرى ما أفضعه الحق سيفهم ما أفضعه ما أفضعه ما أفضعه يا ليته أبي رأى نهايتي بسيف حقهم ما كان ورطني معه ما كان ورطني معه لقد ظننت لقد ظننت لقد ظننت أن هذا الشعب كله عبيدنا في المزرعة لقد ظننت أن هذا الشعب كله عبيدنا في المزرعة من الشعر حكمة ترجمة نانسي قنقر لقد ظننت